على الرغم من ترحيبهم بإطلاق رواتب موظفي حكومة أقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية يعتقد المواطن إن غبنا كبيرا يمارس ضد مواطن الأقليم بعد أن جاءت هذه الرواتب غير كاملة وتم صرفه حسب نظام الادخار الإجباري الذي فرضته حكومة الأقليم منذ أكثر من سنتين على موظفه ويطالبون رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتنفيذ وعوده في صرف الرواتب كاملة إذا يعتبروننا مواطنون عراقيون لماذا لا تصرف رواتب موظفي الأقليم مثل رواتب أقراني في المناطق الأخرى كاملة نعتقد أن الحكومة الاتحادية تعتبرنا مواطنين من الدرجة الثانية شعب كردستان مستأل جدا من الأوضاع الحالية وعدم إيفاء العبادي بوعوده ونطالبه كأحد عناصر البيشمرقة أن يرشل لنا رواتبنا كاملة فور نشر أنباء عن عدم صرف الرواتب كاملة ظهرت العديد من الاحتجاجات والاعتراضات فإلى جانب اعتراض كتل برلمانية في كردستان ومجلس النواب العراقي والتي اعتبروها إجحافا بحق مواطن الأقليم هددت نقابة الكوادر الطبية الكردستانية بالاعتصام العام ووصفت ما حصل بالحرب النفسية ضدهم مع الأسف بعد وصول البودجة إلى أقليم كردستان قرروا وغيروا الموضوع حسب كتابهم وحسب قرارهم البودجة التي دزت على أقليم كردستان ليست مخصصة لوزارة التربية ووزارة الصحة بدورها أصدرت وزارة المالية في حكومة أقليم كردستان توضيحا أشارت فيه بأن الحكومة الاتحادية أرسلت مبلغا قدره نحو ثلاث مليارات دينار عراقي كرواتب لجميع موظفي الأقليم من ضمنهم قوات البيشمرقة في وقتهم بحاجة إلى أكثر من تسعة مليارات دينار لصرف رواتب الموظفين دون اتخار إجراء شكك فيه المراقبون يبدو أنها شبيه بتعامر خبيث على حقوق المواطن العراقية وعلى حقوق المواطنين في أقليم كردستان وحتى على حقوق الموظف يبدو أن الرياحة لم تأتي بما تشتهي سفن موظفي حكومة الأقليم لشهور عدة انتظروا للخروج من الأزمة الاقتصادية ومن مشكلة ادخار الرواتب لكن تمنيات لم تتحقق حميد زيباري الحرة أربيل